سأقاطعك هنا فادي أعود إليك بعد التنويه لهذا الخبر العاجل الذي ورد للتو مشاهدين تم تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي لمدة يومين إذن نذكر بهذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو بتمديد المهلة أو الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها منذ أربعة أيام ليومين إضافيين ستسري ذات الشروط التي تم الاتفاق عليها والتي تتضمن الإفراج عن ثلاثة أسرى فلسطينيين مقابل كل محتجز إسرائيلي تفرج عنه حركة حماس استمرار إدخال المساعدات عبر معبر رفح وضمان إيصالها إلى الأراضي الفلسطينية إضافة إلى وقف الأعمال القتالية ووقف كذلك تحليق الطائرات والقصف في مناطق قطاع غزة وشمال غزة لمدة ست ساعات في الشمال تقريبا أيضا هذه الهدنة التي مددت ليومين جاءت بوساطة قطرية ومصرية بالدرجة الأولى خاصة مع استمرار الضغط أيضا الأمريكي من أجل تمديدها لمدة أطول طبعا مشاهدين نذكر بأن هذه الهدنة عندما تم الإعداد لها وأيضا تم كذلك هندساتها إن صح التعبير بين حركة حماس والعدوان الإسرائيلي كانت تتضمن بندا للتمديد شبه التلقائي وكان بنفس الشروط شروط الإفراج عن عشرة محتجزين في اليوم الواحد مقابل الإفراج عن ثلاثين من الجانب من الأسرة والأسيرات الفلسطينيات كان هناك خلاف الساعات القليلة الماضية حول مسألة إن كانت هذه الهدنة ستمدد يوما بيوم أو لمدة معينة على ما يبدو أن الاتفاق وصل بوساطة قطرية إلى تمديدها لمدة يومين خاصة وأن الإعلان الذي وردنا للتوهوى نقلا عن قطر المتحدث باسم وزارة خارجيتها إذن أعلن تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة بين حركة حماس وبين الاحتلال الإسرائيلي لمدة يومين ترجمة نانسي قنقر